عمرك فكرت انك لو معلقتش خمول الغدة الدركية ان ممكن يحصل لك مضاعفات خطيرة عالوا مع بعض ان اعرف اهم مضاعفات خمول الغدة ايه ما تنسوش تدعموني بلايك وشير عشان يوصل لكم كل حاجة خاصة بالتخزين اول حاجة في المضاعفات انه بيحصل تضخم في الغدة الدركية زي ما احنا شايفين في الفيديو انه بيحصل تورم في الجزء الامامي من العنق اما ثانيا بقى فبيحصل زيادة في نسبة الدهون الدم وكمان كلستروم وطبعا نتيجة خمول الغدة فبتتراكم الدمون وبيصاب الشخص بالسمنة لقلة الحرق عنده اما رابعا في حالة عدم علاج خمول الغدة بيحصل تضخم في القلب مش بس كده طب بيحصل تراكم في السوائل حوالين الرئة اما سادسا فبيحصل اصابة باعتلال في الاعصاب وسابعا بيحصل الاعتلال في وظائف الكلا بالاضافة انه بينتج عن الموضوع ده حدوث زيادة في التوتر والاصابة بالاكتئاب اخيرا ما يترتب على ذلك حدوث ايضا قلم في المفاصل وعشان كده ما تترددش لحظة واحدة انك تعمل تحاليل عشان تعرف نشاط الغدة او خمولها متنسوشل لايك وشير وفيدا غيراك ترجمة نانسي قنقر